شايفين بقى الفراخ بتاعتي ما شاء الله عليها النهاردة بقى اكلنا واحدة هوريكم طبعا العظم بتاعها لونه ايه صراحة غير اللي كنت بجيبه من محلات الفراخ يعني مفيش الصراحة اصلا بجد والله يواجه مقارنة يعني مفيش مجال اني انا اصلا اقارن بين الفراخ البيتي او الفراخ اللي بتجاب من بره من المحلات هوريكم طبعا شكل العظمة من جوة واكيد طبعا اللي بيابكم الفراخ محلات هيحس بالفرق تمام ويا خلاص بقى حسحب منهم العلف لان هما ما شاء الله جابوا زي ما قلت لكم النهاردة كده كيلو ونص وكمان فيه اصلا ازيد من كده يعني فيه كمان ازيد من كيلو ونص الحدي طبعا ما ان شاء الله بإذن الله اتمشى فيهم كده واحدة واحدة الواحدة هتجافل اتنين كيلو واثنين كيلو شوية تعالوا بقى حنشوف احنا هنعمل ايه ليهم غير طبعا العلف او بداية للعلف هنا عندي شوية من الرز انا كنت عملا لقيا للبيت يعني للغيال وجوزي ما بيحبش الرز الابيض ده فقلت له خلاص مش مشكلة يعني كده هي كده هي الفراخ هتاكله وهينو عندي طبعا الخضرة دي او الجرجير ده وبوقي اكل البيت تمام اهو زي ما انتو شايفين هنحط عليهم رشة كده من العلف ولو معاك طبعا عشما بلولت وحطي ليهم تمام كده انا دلوقت باجه هعشيهم بس كنت احب اواريكم بصوا شايفين العظمة شايفين العظمة بتاعت الفرخة انا والله حبيت اني انا يعني اسيب ليكم العظمة هنا جاء الجرجير انا جطعتوا ليهم كده كطعة صغيرة ودي هنا العظمة زي ما جلت ليكم والله العظيم والله بصراحة يعني اللحمة كانت طعمها زي العسل والعظمة ابيض ضي ما انتو شايفين كده كأنها فراخ بلدي مش فراخ ساسو شايفين دي فراخ ساسو طبعا والصراحة اللحمة كانت مليا في صدر الفرخة والورك برضو كان حجمه كويس بصوا شايفين اتمنى طبعا ان كل ستات الميوت تربي فراخ ساسو فراخ بلدي فراخ بيضة على فكرة حتى الفراخ البيضة لو ربيتها في البيت على بواجي برضو اكل البيت وشوية من العلا فيه يعني كده شايفين باجه الفراخ بعد ما اكله وخلاص كده وشبعه وتعشه اه خلاص باجه راحوا كده على تحت الدكة المهم ان يوما بيتركنو كده في مكان طول ما الفراخ شبعان اتلاقيها طبعا كده جاعدة مع نفسها وبعيدة طبعا من الاكل ومن الشرب تمام اهو شايفين بدأوا باجه خلاص هيجربوا على الاكل تاني بس هما خلاص تعشوا كده انا الصراحة يعني عايزة اقوم اني انا قبيتهم كفاية كده مش عارفة ولا اسيبهم مش عارفة بصراحة المهم باجه اتمنى طبعا اني قناتكم بتعجبكم واتمنى طبعا لو انتو اول مرة تشوفوا قناتي اتمنى بنت الصعيد اه تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر جرس على كلمة الكل عشان كل ما ننزل فيديو تتفرجوا عليه وشكرا شكرا 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 بجد والله اه دلوقت يعني عدد المشتركين عدى طبعا الميت مشترك ويربنا يزيد يا رب ويبارك لي كده فيكم ويخليكم لي ودايما كده عيالتنا الجميلة تكبر بكم وليكم علشان الجو ضلمة هما بصراحة يعني كانوا متعاشين علشان الجو ضلمة اه دلوقت بقى هيرجعوا يغلو تاني يعني عادي بس مش مشكلة قد عايزة اقول لكم ايه في اول الفيديو كنت وردتكم طبعا الاكل بتاع البيت انا حطيت عليهم والله ربع كيلو من العلف لاني انا الحمد لله دلوقت يعني العلف خلص مشكلة العلف خلصت لني اه بقى تقريبا كلين كده من العلف فحكمل بيهم الدورة مع بواجي بجاء اكل البيت مع عش مبلول اه مع شوية رده كده فاهمين والحمد لله يعني الاوزان مردية يعني اه من اول الاسبوع يوم الجمعة تقريبا كده اه كانت الفرخة وزنها كيلو ربع النهاردة اللي اتنين رحت وزنت الفرخة لجيتها طبعا كيلو نص يعني لما تزيد ربع كيلو في يومين اه بصراحة ده حلو جدا 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 بصراحة يعني والنهاردة الحمد لله يعني عملنا الفراخة ان طعمها جميل بصراحة والعظمة بتاعتها كانت بيضة وحلوة ودي صراحة الميزة اللي في البيت يعني عشان طبعا احنا بنربي في البيت الحمد لله بدون فتامينات او ادوية او او حجن او اي حاجة احنا الحمد لله طبعا كنا مربين الدورة دي على الاعشاب والحاجات الطبيعية تمام حتى لما كانت الدورة مسلا اي فرخة في الدورة او الفراخ عموما يعني كانت بتتعب او مسلا كنت بحس ان هي في كششان فيها او في اسهالات او في اي مشاكل يعني سواء المعاوية او صحية كنت صراحة برضو بعالجهم بالاعشاب والحمد لله طبعا كانوا بيفوجوا كنت عملت الصراحة ليهم حاجات كتير كده في المية وحاجات كتير برضو في الاكل والحمد لله كانت كلها الصراحة ناشحة مية في المية وجات الحمد لله بنتيجة كويسة جدا جدا على صحة الفراخ كانت الصراحة فراخي كلها نشاط وحيوية وكان دايما كده الفراخ بتجري وتتمطت كده بفرحة فاهمين مفيش يعني فرخ فيهم الحمد لله لا مات ولا تعب ولا اي حاجة هما بس الفرخين اللي ماتوا اول كام يوم اول اربعة ايام اه اول ما جبت الدورة بتاعة الفراخ اول يومين طبعا ماتوا فرخين مني فرخة زي ما وقلت لكم ازا انا جت في اه الفتحة بتاعة السرير وفرخة ثانية غرجت في المية تمام برغم اني في فرختين كانوا غرجوا في الجردل في جردل المية وكنت طبعا وريتكم اه ازاي كانت اه مبلولة وازاي كانت طبعا اه اه بردانة في الوقت ده اخدتها طبعا ودفيتها ونشفتها كويس من المية والحمد لله الحمد لله طبعا اه ربنا كرمني كده فيها وي اه جامل تاني يوم جد والله انا كنت حطها في كرتونة مع نفسيها كده اخفت اخواتها يعني ينكشوا فيها وكده عشان مبلولة فحطيتها في كرتونة مع نفسيها بايتها في الليل يعني اه جمت تاني يوم ملجتهاش اصلا في الكرتونة يعني فاجت ونعوشت كده ونطط من الكرتونة طلعت من الكرتونة فبصراحة يعني لازم طبعا اه تهتمي بدورة الفراخ بتاعتك حتى لو مش هتأكل علف مش لازم والله العلف وخصوصا بجأ دلوقتي بعد ما العلف وصل الكيلو بتاعه لتلاتين جنيه حرام يعني ان انت تأكل علف ان شاء الله بازن الله الدورة اللي جاية دي من اول يوم ان شاء الله بازن الله واحنا حنستقبلهم على بداية العلف يعني حيموتوا استحالة والله مش حيموتوا ابدا لا بالعكس ان شاء الله بازن الله هنعمل ليهم اه برضو زي كده بداية العلف وحن اه نعملهم طبعا وقاية ورافع روافع مناعة طبيعية بالاعشاب وان شاء الله بازن الله طبعا هيطلع يومهم بعشرة وبعد العيد ان شاء الله بازن الله وكل سنواتو طيبين حنجيب طبعا الدورة بتاعتنا وحنشوف طبعا صاحب المزرعة يجيب ايه وان شاء الله بازن الله كل اللي هيجيب منه يعني انا حبا اني انا اجيب منه كتاكيت صغيرة كده علشان يعني حبا اني انا اعمل مشروع كده ع السطح بسيط فهمين بحيس اني انا يكون عندي مسلا بط يكون عندي وزي يكون عندي رومي يكون عندي فراخ بلدي فراخ ساسو. اه فراخ بيضة. يكون عندي امهات للحاجات دي اربي يعني كتكوت اليوم ده يكون عندي امهات بعدين. تمام? اه لما يكون طبعا عندي امهات بعدين ان شاء الله بازن الله عبيض وهيبقى عندي ان شاء الله بازن الله انتاج بقى كتكوت اليوم ده من عنده من على السطح بتاعي. مش اروح انا بقى اشتري من برة. تمام? هيكون عندي الانتاج ان شاء الله بازن الله خلال يعني شهور اللي جاية بازن الله. انا الوقت باجه من دورة الساسو دي هخلي فرختين. والفراخ البلدي طبعا ان شاء الله بازن الله. هخلي كل البرابر للبيض والديوك ان شاء الله بازن الله هخلي بس معهم ديك. وبعدين طبعا لو في باجي ديوك كده هتبحق. وطبعا زي ما قلت لكم صراحة الدورة من اولها الحمد لله كانت نجحة مية في المية. ما فيش الحمد لله غير مشكلة واحدة هي جابلتني في الدورة دي. كانت مشكلة ايه الاسهال والاسهال ان انا عارفة طبعا ايه اللي وصلني ليه. اه بصراحة تغيير العلف. ودي كانت طبعا غلطتي من الاول اني انا ما جيبتش كمية الاكل اللي هتكفيني طول الدورة. بس ان شاء الله بازن الله الدورة الجاية هجيب كمية الاكل اللي هتكفيني طول الدورة. علشان طبعا ما اغيرش خالص في الاكل طول الدورة. تمام? شايفين اديك ده على فكرة مؤذية. بينكش في الفراخ. صراحة يعني اه في حاجات صراحة استخدمتها من الاعشاب والحاجات الطبيعية ما كانتش بتجيب نتيجة. عشان برضو الامانة واكون صادقة معاكم. وفي حاجات بصراحة ممتازة 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 ونتيجتها بدبان من اول استعمال. والله العظيم بجد نتيجتها بدبان من اول استعمال. وان شاء الله بازن الله يعني في الدورة الجديدة دي اه ربنا يعني كملنا الدورة دي على خير. في الدورة ان شاء الله بازن الله الجديدة دي. حنقول كده بالضبط. اللي كان بيجيب نتيجة معي واللي ما كانش بيجيب نتيجة معي. تمام? يعني في حاجات كده بصراحة اه مش هستغنى عنها في الدورة الجاية. يعني جربت هالدورة دي الصراحة وجامت معي نتيجة بسم الله ما شاء الله يعني جميلة جدا جدا جدا. فمش هستغنى عنها خالص في الدورة اللي جاي بازن الله. وهي طبعا في حاجات بصراحة حسيت ان هي وجودها زي عدمها فيعني ملهاش لازمة. يلا باجا اعملوا لايك وشيل يومياتنا بنت الصعيد. واتمنى طبعا ان الفيديو يكون بناء الاعجابكم. واتمنى اني انا كن بفيدكم باي معلومة اعرفها. ولو اي حد عنده سأل طبعا يكتب لي في الكومنتات. وان شاء الله بازن الله اجاوب عليكم في كومنتات يا اما في الفيديو. وان شاء الله بازن الله عايزة اعمل معكم فيديو كده. ايه افضل انواع فراخ انتي اتربيها بما اني طبعا بدأت اربي فراخ كده معكم. وهقول لكم طبعا ايه اقوى مناعة في الفراخ. احنا عندنا طبعا فراخ بلدي حر فراخ بلدي مشاعر. عندنا طبعا فراخ ساسو. عندنا فراخ بيضة. عندنا فراخ رزي. عندنا فراخ فيومي. اه اللي هي فيومي وفيومي رزي. تمام? وعندنا يعني فيه اه الصراح وفيه هجين طبعا. الهجين طبعا بيبقى طبعا خليط. سواء خليط من ساسو البلدي او من ساسو اه او من بلدي اه اللي في المهم يعني يكون انتي مسلا اه يكون عندك فرخة اه ساسو وديك بلدي. فده بيبقى هجين. تمام كده? زي ما رح نعمل دلوقتي. اني انا خلي الفراخ الساسو بتاعتي. اه مع الديك البلدي. فهي بيبقى عندي طبعا هجين من الساسو. تمام? حسيبهم بقية علشان بصراحة كده اه معي طعم دي في العيد وكل سلام انتم طيبين طبعا واعادها الله علينا وعليكم باليومنا والخير والبركات وربنا يا رب ان شاء الله بازن الله كده يبلقنا رمضان الجاي احنا واياكم. وربنا يا رب يطلعنا من رمضان ده مجبورين الخاطر ويتقبل كل دعواتنا ويتقبل طبعا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا يا رب احنا واياكم. اه لحد هنا طبعا الفيديو يكون خلص. اتمنى طبعا اني لو اي حد يشوف قناتي اول مرة يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر جرس على كلمة الكل عشان كل منازل الفيديو تتفرجوا عليه. واخواتي طبعا ومتابعيني اللي عندي على القناة يعملولي بجا لايك للفيديو ويكتبولي دعوة حلوة بكمنت. في كومنت ان شاء الله بازن الله ويكون مثلها. مع السلامة يا اخواتي.